من داخل المدرسة رقم 9 بمقاطعة يكجوجت جاء حضور وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي ورفقة والي إنشيري لحظة رفع العالم الوطني والاستماع لكلمات النشيد الوطني قبل أن يتجول الوفد داخل مختلف أقسام المدرسة للتلاع على مستوى التلاميذ ومد استعابهم للدروس المقدمة من طرف المعلمين وزير التهذيب الوطني أدى زيارة لمدرسة تكوين المعلمين بيكجوجت حيث قدم له مدير المدرسة شروحا عن وضعية المدرسة وعدد التلاميذ المعلمين الذين يتأهبون للاتحاق بسرك التعليم خلال السنة المقبلة زيارة الوزير شملت مدرسة الترحيل قيد الإنشاء كما شملت ذانوية أقجوجت والمدرسة رقم 3 والتي تعتبر من أوائل المدارس في المدينة كما شملت مدرسة التأهيل الحرة ليختتم الوزير زيارته الميدانية بالمدرسة رقم 5 والتي زار فيها قسما للتعليم ما قبل المدرسي تابعا لمزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة قبل أن يتجول في مختلف الأقسام متحدثا مع المعلمين ومستفسرا عن الظروف التي تجري فيها عملية التدريس ملاحظات الإيجابية منها على أن الحضور الحمد لله منتظم وعلى أن تخراسي الدفاتر التلاميذ نعاتلي على أن مولي الدروس لها شيء منتظم وعلى أنها انتظمت الحمد لله وأن الأساتذة حاضرين والمدرسين حاضرين وأن فهم شيء من الاجتهاد ملاحظة الأخرى هي ملي إيجابية جدا هي اهتمام السلطات الإدارية والوالي ومعاوني وخصوصا المنتخبين رئيس المجلس الجهوي والنائب العمدة بالتعليم بحيث أنهم يستثمروا فيه ترميما للمدارس وتوزيعا لأدوات المدرسية واقتناءا للكتاب الدراسي وهذا شيء إيجابي نشكرهم عليه ونهنؤهم عليه يغيرا نطالبوهم بالمزيد ومواصلته طيلة العام الدراسي ما يعود الافتتاح واحده من الافتتاح إلى الاختتاح أيضا من الملاحظات الإيجابية الأخرى أعلنوا ملي اهتمام العائلات وأباء التلاميذ المملي بالعملية التربوية وإعلنهم يتابعوها واهتمام أيضا بعض التلاميذ وحدهم التلاميذ ما دخلوا لأسباب معينة وما يحتجوا دور يدخلوا هذا مهم جدا أعلننا في هذا المجال ملاحظات إيجابية إغلاف الملاحظات أخرى ونواقص وحدة تعلق بورشات ورشاتهم بناء أخونا عليها مدرسة في الترحي ومدارس أخرى زايدة على وقتها لمعتاد وكجبرنا المقاول وعدلنا معه صيغة مع الوالي إن شاء الله وإعلنه يعجل بسرعة وهون رسالة إلى كل المقاولين اللي يبنوا للتعليم يبنوا لصالحي وزارة التعليم وإعلن ما مقبول تأخر الآجال مطلقة وإي ورشة لا يعود الولاة تطاعة المتعليمات والمدراء الجهوي إنهم يتابعوها من أول يوم وكل تأخير فيها يبلغوا بها ولا مقبول تأخر في التعليم مطلقة توجيهات السامية ما مقبول تأخر فيه شي أغلنا كوزير التعليم مستفيد ما مقبول تأخر ورشة في التعليم مطلقة لأن التعليم حساس ولا يقدي خص مطلقة منه وفاصل مطلقة إلا خص لا يخص لك من جودة التعليم ومن توفر الوسائل للتعليم أيضا ملاحظة الأخرى على المستويات في بعض الأحيان ما يلاحق قد ذاك المبلي التلاميذ ما هم الساويين فيها ولا يلاحق قد ذاك وبالتالي جود يالطيين بذل المبلي لنعود التلاميذ رفيعي المستوى وذيك الأهداف هذه السنة شعارها هذه السنة الدراسية شعارها الجودة جودة التعليم معناها أن التعليم يعود جيد وحددنا لها أهداف في السنة الأولى للمدرسة الجمهورية وسنة ثانية مدرسة الجمهورية والسنوات الختامية ولهنا بدء من هذا الشهر نوفمبر إن شاء الله دروس التقوية على كافة التراب الوطني وخصوصا في المناطق اللي أقل حظة من التعليم وهذه هم اللي نوصع لهم أكثر نوصع لنا كامل يقير نوصع للناس الفئات الهشة لأقل حظة بالتعليم يا الله تنعطى لها مزيد العناية اللي نعود تلاميذها متبيزين وذوه جودة وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي رفقة والي شيري عقد اجتماعا بالإدارة الجهوية للتهذيب ضم إلى جانب الطواقم التعليمية المتخبين المحليين وموثلين عن روابط أباء التلاميذ ووكلائهم تطلق الاجتماع إلى وضعية التعليم في ولاية إنشيري والمشاكل التي تعتبر عائقا أمام النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام في نهاية الاجتماع أشرف وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي على توقيع اتفاقية شراكة بين جهة إنشيري ووزارة التهذيب الوطني تتعهد بمجيبها جهة إنشيري بدعم التعليم في الولاية من خلال ترميم المؤسسات التعليمية واكتتاب عمال الدعم والمساهمة الفعالة في النهوض بالتعليم عبدالله يولي سلم الموريتانية مدينة وكجوجد